أسألك على حاجة اتقلت في الأيام الأخيرة يعني إنه محمد عبد المنعم عنده عرض من أهل جدة وعنده عرض من اتحاد جدة هو عنده عرض أصلا من السعودية ولا الكلام ده مجرد كلام بيت نشر توصلت مع حد يعني مقرب من إدارة نادي الاتحاد محمد عبد المنعم إدارة نادي الأهلي محمد عبد المنعم مش في حساباتهم تماما خلال فترة حالية لكن نادي الاتحاد في حساباتهم ولكن مش أولوية هو الأولوية بالنسبة لهم حسان تنبكتي مدافع نادي الشباب مدافع دولي كان موجود مع المنتخب السعودي في كاس العالم قدام الأرجنتين على المطش خيالي فهو ده المدافع رقم واحد بالنسبة لهم يمكن نادي الشباب بيتعنت معهم شوية وطالب مبلغ كبير جدا ومش هيسيبه بالساهل الاختيار الثاني بالنسبة لهم الدولي المغربي رومان سايس يمكن ده اختيار أفضل من محمد عبد المنعم لسبب لأنه لعب متاح حاليا مجانا عقده انتهى مع نادي بشكتاش التركي فده يخلي فكرة التعاقد معه أسهل محمد عبد المنعم بقى بيجي الاختيار الثالث ولكن الأفضلية الوحيدة اللي عند محمد عبد المنعم إن سنه صغير وفكرة نجاح المصريين تاريخ المصريين مع نادر الاتحاد تاريخ مشرف جدا واغلب تقريبا للعب النادر الاتحاد كلهم نجحوا بلا استثناء بداية من عباد متعب مرور مبوحسن عبد الرب وصولا لأحمد حجازي فكل طارق حامد كل المصريين اللي عبوا في نادر الاتحاد كلهم نجحوا فكل عوامل دي بتخليهم يفكروا في محافظة المنعم بس زي ما بقولك هو مش اختيار رقم واحد هو تقليبا لاختيار الثالث ليهم لو الاختيارين الأولين فاسألوا قد يكون اختيار انا عايز اكمل مع اتحاد جد هل طارق حامد واحمد حجازي مستمانين حتى فين احمد حجازي اصابته هتطاود شوية وطارق حامد لسه برضو مصابه الكلام على عودته لما طارق حامد واحمد حجازي مكملين في الاتحاد ولا مش هيكمله الموسمي جده؟ علشان يقايد لعيبة لانه حاليا بحجازي عندهم تسع لعيبة محترفين وطبعا اللوايح في الدول السعودي بتسمح بتمن لعيبة خصوصا بعد جوتا اللي جي من سلتك فجوتا هيتقايد مكان حجازي لحد ما حجازي يرجع من الاصابة ويشوفه مين اللعيب اللي هيمشي بعد كده طيب ده حجازي بالنسبة لطارق حامد لحد دلوقتي فهو طبعا تم ابلاغه انه هو خلاص موجود في المعسكر استعدادها للموسم الجديد لكن موقفه مش واضح بالنسبة 100% لحد دلوقتي طارق حامد موجود لعيب لعب 24 ماتش من 30 ماتش الموسم اللي فات مع نونو سانتو قدى اداء يعني ممتاز جدا فوق المتوقع بالنسبة لجمهير اتحاد جده اللي ما كانتش متوقع كده لطارق حامد لكن الحقيقة هو اثبت نفسه جدا يعني حاليا اعتقد ان الاسماء اللي بتنتشر مؤخرا حتى اخرنا من ساعتين يعني قرينا اخبار عن فابينيو اتحاد جده فيه لعيبة كتير بدأت ترتبط كمان بالتحاد جده غير فابينيو فاعتقد ان موقف طارق حامد هيفضل معلق لحد نهاية السوق الانتقالات يعني لو فيه لعيب اسم قوي زي ما شفنا كانت ينضم للاتحاد اعتقد ان طارق حامد ممكن يبقى صعب يكمل يعني لكن حتى الان هو مكمل عندك معلومة في قصة طارق حامد بالنسبة لطارق حامد دونو سانتو هو صاحب الامر الناهي في القيمة والامور الفنية ودارة الاتحاد مدياله الصلاحيات كاملة هو طلب من الادارة انه يستحب طارق حامد معاه في المعسكة الفرية اللي سيقام في اوروبا على امل خوفا من ان ما يتعاقدش مع لعب جديد في خط الوسط زي ما قال عسل من شوية هو ابرز الاسماء اللي بتدول حاليا فابينيو فابينيو مرشح بقوة للتعاقد مع نادي الاتحاد فابينيو لعب ليفربول فابينيو لعب ليفربول فمرشح بقوة لانضمان الاتحاد في حالة تعاقد الاتحاد مع اي لعب خط وسط طارق حامد غالبا مش هيكون ليه دور مع الفريق الموشي من جديد ده اتحاد جديد